اشتركوا في القناة ونأخذ الحق وندع الباطل هذه لعبة كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في اخراج من مجلسي ورميهم في احضان اهل الباطل والبدع هو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضم والشبابة الثانية لا تقرأ في كتب الردود كتب الردود كتب الردود كتب الردود يعني معناعنا نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي والي ونسمع العشرطاء ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات ونخذ لأنفسنا أجل استقلاء استقبال لكل هذه الأشياء لكن لا نتمتد أبصارنا إلى كتب الردود يعني تفضحهم وتبين مخازيهم وتبصر الشباب بالحق فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود يدعونك إلى قراءة كتب البدع بشبهة أن تقرأوا كتب الحق وتركوا الباطل فتذهب المسكين ضحية للباطل لأنك لا تميز بين الحق والباطل فتر الحق باطلا والباطل حقا وهذا أمر اجتاح به ما لا يحصي عدده إلا الله من من كان ينتمي إلى المنهج السلام فهذه من مكايدهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن التصدي للباطل فكتب الردود مكتظة بالعلم ولا تجدون العلم الحي النابض الذي يميز بين الحق والباطل إلا في كتب الردود والقرآن والله يرد على أهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالة إلا وانتقدها وفندها وبيّن الضلالة والسنة كذلك ومنهج السلف فارك مليء كتب العقائد وكتب الجرح والتعديل مليء بالنقد والردود على أهل الباطل لأن الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود فاقرأوا كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله بسبيل الله ويناضلون عن دعوة الله ويصدون عن شباب الأمة الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظا من العلم ما حفظ فإنه بارك الرفيق في موقف المتجلزل وقد رأينا كثيرا قد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الظلام ولا تنسوا قصة عبد الرزاق ولا تنسوا قصة البيهقي ولا تنسوا قصة أبا ذرع الهروي وهم من كبار العلماء وشبه واحدة تهوي به في أحضان ترميله في أحضان البدعة والعياذ بالله عبد الرزاق واحد دونه بالعلم يعني ما زال يفسر منه حتى أوقاف التشيء وأبو ذر من كل ما سمعها فنع من البيهقي على أحد أمة الأشاعر فوقع في الضلال والبيهقي اخترب ببعض أمة الضلال فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم وأما بهذا الأصل فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإلى الطالب ثم انحرف كسب الشبه والشبهات والأساليب والمكايد التي يبدل العدى حتى صدوهم عن منهج الله الحق بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة منها بالسبب واحد ترجمة نانسي قنقر